منذ انطلاق مثاق العمل الوطني شهدت مجالات العمل المتنوعة في البحرين تحولا إيجابيا وتطورا واضحا كان له الأثر النوعي على تطور الجانب التربوي والتعليمي مثاق عمل وطني استندت وزارة التربية والتعليم على رؤاه الشمولية لتسارع نحو تحديث النظام التعليمي في مدارس مملكة البحرين كافة كان لمثاق العمل الوطني ومنذ صدوره ذلك الأثر النوعي والتحول الإيجابي الذي شهدته وما زالت تشهده أوجه الحياة السياسية والديمقراطية والاجتماعية والاقتصادية الأمر الذي أوجد عظيم الأثر في إثراء وتطوير الجانب التربوي والتعليمي وإطفاء ذلك الرونق الخاص على فحو المسيرة المعرفية في المملكة فمنذ ميلاد هذا الميثاق التاريخي عزمت وزارة التربية والتعليم على ضرورة تشكيل رؤية شمولية لنظام التعليم بجميع مفاصله وبالشكل الذي يسهم في توطينها داخل نفوس الأجيال الصاعدة من الطلبة ليكون الركيزة الأساسية في قيام صرح شاهق من التقدم والازدهار يليق بمكانة البحرين على خارطة التعليم العالمي فهناك طبعا اهتمام كبير جدا بالبناء التعليمية التحتية هناك طبعا اهتمام بالمنشآت التعليمية بشكل كبير جدا لذلك نجد أن المنشآت التعليمية في ملكة البحرين من أرقى المنشآت على مستوى العالم فيما يتصل بالمرافق الموجودة في هذه البناء التحتية أيضا هناك اهتمام كبير جدا بالعنصر البشري في قطاع التعليم من حيث التدريب من حيث التطوير ومن حيث الاهتمام بالكادر التعليمي وهناك اهتمام أيضا كبير جدا بمستوى التحصيل العلمي للطلبة لذلك نجد اليوم أن طلاب مملكة البحرين ينافسون في المحافلة الدولية المختلفة في مختلف طبعا حقول العلم ويتميزون من خلال النتائج التي يحققونها ويشهد على ذلك الكثير من التقارير الدولية التي تصدر من مختلف المنظمات المختصة بالتعليم مستأنسة بفحوة دراسات الحديثة والأنظمة وحتى المبادرات التعليمية المتقدمة بذلت وزارة التربية والتعليم جهودا مضنية في تطوير النظام التعليمي في المملكة وذلك قد نتج عنه ارتفاع ملحوظ في نسب الإتقان ورفع مؤشرات دافعية الطلبة نحو التعليم الحديث عبر برنامج التمكين الرقمي الذي جاء بتوجيهات ملكية سامية وشكل تحولا فريدا في مسيرة التعليم الإلكتروني بجميع مدارس البحرين تم اطلاق مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل من أكثر من 18 سنة من عام 2005 وأيضا كان يحمل اسم جلالة الملك حفظ الله ورحا فهو مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل في عام 2014 في ديسمبر أيضا بكل مسامية من جلالته انطلاقنا في مرحلة التمكين الرقمي في التعليم طبعا كل هذا أثمر في أن يكون عندنا جميع المنصات التعليمية اللي ساهمت في استمرار عملية تعليمية أيضا نذكر أن نحن في مملكة البحرين نركز كثيرا على العنصر البشري فقد مكننا المعلم مكننا الطالب وأصبح كثير من مدارسنا الآن لديهم شهادات احترافية معلمينا وأيضا طلبتنا وفرنا للمعلمين كثير من المنصات مثل البواب التعليمية الحسابات مايكروسوفت تري سيكس فايف مكننا الطلبة المعلمين يكون عندهم فصول افتراضية قد لا يتسع التقرير لتعداد الإنجازات التعليمية التي تم تحقيقها في ظل النهضة الشاملة التي تلت إقرار الميثاق مكتسبات صنعت وما فتئت تجود بمخرجات حميدة تتمثل ببناء جيل معرفي واع ومدرك يحمل على كتفيه أمانة بناء الوطن والنهوض به إلى مصاف الدول المتقدمة سياسات حكومية لم تغفى اللحظة عن قطاع التعليم الرافد لباقي المجالات بالعنصر البشري الكفر فالمعرفة هي أساس نهضة الإنسان وتقدمه وهي من إن صلحت صلح الكيان كله واخضرت في ربوعه بساتين النماء والتطور ومثاق العمل الوطني نجح في تحقيق ذلك وأسس لمرحلة نوعية ما زالت تطال مجال التعليم في المملكة لتلفزيون البحرين